الآن ينضم إلينا مرسلنا علي شحود أهلا بك علي دعنا في تفاصيل مشهد أحداث حماء الشمالي بريف حماء الشمالي ما أخر التطورات في الميدان وخاصة أن هناك مصدر عسكري تحدث عن تطويق هذا الهجوم الذي قامت به جبهة النصرة بالإضافة إلى تنظيمات التابعة لها في ريف حماء الشمالي نعم زميلة ربا الجيش العربي السوري أو القوات العاملة في الجيش العربي السوري تريف حماء الشمالي تتطبع لنجوم قامت به هذه الجماعات الإرهابية المسلحة على محوري صبعا خطاب وأيضا صوران أيضا هذه المنطقة تطبط لها قواتنا العاملة في هذه المنطقة وكبدتها خسائر كبيرة في العداد والأرواح ودمرت لها عدد عربات مزودة برشاشات وكذلك تم تدمير عدد من العربات الثقيلة والمدرعة في ذات المنطقة أيضا زميلة ربا بالإضافة مع محافظ حماء وورود معلومات طبعا من مفادر أهلية أن هناك مجزرة قامت بخريط المجلس قامت بهذه النظيمات حقيقة نأكد لنا محافظ حماء أن هذا الخبر نفى هذا الخبر وأكد أن لا يوجد أي شيء في هذه المنطقة لم يتم أي مجزرة في هذه المنطقة طبعا الجيش العربي السوري زميلة ربا أيضا يتصدى من عدة محاور في ريب حماء الشمالي لهجوم هذه الجماعة الإرهابية المسلحة والجيش العربي السوري بمنويات عالية وحقيقة خلال الأيام والساعات القليلة القادمة سنشهد عملية واحدة يمكن أن نذكر الأخوة المشاهدين أن ريب حماء الشمالي تعرض إلى عدة هجومات خلال السنوات الماضية حيث قام الجيش العربي السوري اكتعاب الهجوم ومن ثم قام بهجوم معاكس سعادة به جميع النقاط وجميع المناطق التي دخلت إليها هذه التنظيمات وكبدتها خسائر كبيرة جدا أيضا الجيش العربي السوري في هذه المرحلة يقوم باكتعاب الهجوم ومن ثم ستتم عملية هجوم معاكس وحقيقة بدأت هذه صلاة الهجوم وكما ذكرنا خلال السعاد القليلة القادمة والأهيات القليلة القادمة ستشهد المنطقة هجوم واتع للجيش العربي السوري ومعنويات المقاتلين والجيش العربي السوري عالية جدا ومتحمسون للهجوم المعاكس بإذن الله خلال السعاد القليلة القادمة بإذن الله على كل حال سنبقى أيضا مع تفاصيل هذا المشهد بالتحليل العسكري في هذه التغطية شكرا علي شحود مرسلنا من حما